السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلينا اتكلم على اول خطأ واهم خطأ وانا باعتبرها خطيئة وقد تصل الى الجريمة وهو عدم تقدير المدرس لوقت الصلاة الموضوع ده بيترطب عليه زنب كبير قوي على المدرس وعلى الطلبة كمان كتير من المدرسين ما بياخدوش بالهم وهم بيحطوا الجدول بتاع الحصص ان ممكن معادل حصة لتحط ده يخرج صلاة عن وقتها وهنا انا مش بتكلم على ان احنا المفروض نصلي الصلاة في المسجد مع ان ده الاولى بس انا بتكلم على ان صلاة تخرج عن وقتها ان احنا نبقى عارفين ان ربنا بيقول في القرآن ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني لها وقت للدخولها في وقت لخرجها ويتحطم عادل حصة بحيث ان ممكن مدفل اغلب بيحصل في الصلاة دي بالذات ممكن صلاة المغرب تأذن علينا واحنا في الحصة وتيجي صلاة العيشة تأذن علينا واحنا في الحصة وللأسف ولا المدرس ولا الطلبة صلوا المغرب والكلام ده بيتكرر ممكن بقى صلوات كبيرة زي صلاة الظهر وصلاة العصر بقى اخصت بصلوات كبيرة ان ربنا وضع لها وقت طويل ممكن بقى الصلوات زي الظهر او العصر تروح مننا بسبب ان دي ايام مراجعة واحنا مضغوطين في الامتحانات ووقت الامتحانات قرب قوي فالحصة ممكن تبقى اكتر من ساعتين تبقى ثلاث ساعات فممكن صلاة العصر تروح من علينا والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله اخيال انت ممكن حسناتك كلها اللي انت عملت طول حياتك تروح منك بسبيل انك حطيت حصة في وقت يخرج صلاة العصر عن وقتها والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن صلاة العصر بالذات من فاته العصر فكأن ما وطر اهله وماله يعني كأنه فقد كل اهله وكل ماله وقت واحد لمجرد انه تعمد اخراج صلاة العصر عن وقتها بعض المدرسين مواظب على الصلاة بس بعد بيخلص شغله خالص بيصلي ظهر وعصر ومغرب وعيشة مع بعض وده لا يليق بمسلم ان هو يعمله اصلا انت كده اخرجت الصلاة عن معناها كأن ربنا يحط لنا صلاة صبح وصلاة ليل وخلاص انما الصلاة محطوطة خمس مرات في اليوم لان لازم يومنا ده يقف وانه نروح نذكر الله تبارك وتعالى وعلى كده يومنا يشتغل تاني وعلى كده يقف نذكر الله تبارك وتعالى وعلى كده يومنا يشتغل تاني مشكلة تضييع الصلاة ان هي بس مش بتبقى على المدرس انت بتبقى على الطلبة كمان فانت بتاخد ذنب انك خرقت الصلاة عن وقتها وبتاخد ذنب انك خرقت الصلاة عن وقتها لكل الطلبة اللي قدام منك فلو انت مدرس اسطوري او امبراطوري وقدامك طلبة ممكن يبقى بالمئتين والتلتمية وتحط معات حصة حيث انه وقت صلاة المغرب يطلع او وقت صلاة العصر يطلع وتبقى فاكر ان انت ضميرك مستريح لمجرد انه لو في طالب او طالبة من كل الناس دي يستأذنك ان هو يروح يصالي بسرعة ويرجع يبقى انت كده عملت اللي عليك او ان انت خايف على مصلحتهم ومركز معهم في الحصة فاحنا بنرتاكب جريمة كبيرة جدا ده غير ان انت وانت بتعمل كده بتحط في الولاد بزرط ان الشغل اهم من الصلاة ان المذاكرة اهم من الصلاة ان الامتحانات اهم من الصلاة وده باطل قياسات النجاح اللي احنا بنقيس عليها نجحنا قياسات كلها وهمية لو بنقيسها بعدد الفلوس اللي احنا بنكسبها او عدد الطلبة اللي قدام مننا او الطلبة دي جابت كم في المية من غير ما تكون المنظومة دي في رضا الله تبارك وتعالى ان ربنا يبقى راضي عننا على الاقل باقامة الصلاة فاحنا كده فاهمين الدنيا من اولها لاخرها غلقة فرجاءا وانت مدرس في مختبل العمر لسه في الاول كده لان انا عارف ان انا بكلم دايما هتاخد وقت قد ايه عشان تيجي من المدرسة للسنتر او هتاخد وقت قد ايه عشان تروح من سنتر لسنتر او من مكان لمكان او من مجموعة في بيت لمجموعة في بيت وانت بتراعي الجدول ده راعي ان فيه صلاة لازم تتصلى سواء منك او من الطلبة هذه اول نقطة نقطة التانية ما تكتفيش ان انت بس تصلي وتخلي الولاد ما يصلوش لازم على الاقل تنصح لازم على الاقل تدي فرصة زي ما تديهم فرصة يروحوا الحمام تديهم فرصة يروحوا يشابوا كباية قهوة لازم تديهم فرصة انهم يصلوا اخيرا كرامي لبعض المدرسين بقى الاوفر قوي او للمدرسات لان الموضوع ده يمكن المدرسات بتقع في كتير حصة يوم الجمعة بتاعة الساعة 12 دي وبيبقى فيها ولاد دي ما تنفعش خالص مهما كان وضع الامتحانات ومهما كان المنهة كبير ومهما كانت الظروف عاملة ازاي لو درس فيه ولاد ما ينفعش الدرس يتعامل ساعة صلاة جمعة صلاة الجمعة صلاة معظمة جدا ما ينفعش اعمل درس واحط فيه طلب اولاد وابقى عامل حسابي ان هما ينزلوا على اقامة الصلاة او ان الخطبة مملة ومحدش بيسمح او ان الولاد كده او كده ما بيصلوش الجمعة ربنا توركه تعالى بيقول يا ايوه الذين اامنوا اذا نود يا للصلاة من يوم الجمعة يفسعوا الى ذكر الله وذروا البايع قتى البيع والشراء مع الرجالة في الوقت ده ما يجوزش ساعة صلاة الجمعة من بعد الادانة التاني لحد ما الصلاة تخلص فما ينفعش مدرس او مدرسة يحط معادل درس وقت صلاة الجمعة او قابلها بشوية بحيث ان الامور لو طالت بينا ممكن يؤثر على خطبة الجمعة او صلاة الجمعة موضوع كارثي ما تربوش الطلبة على كده انت مثل الاعلى لما هتعظم الصلاة هيفتكرها لك طول عمر فده اول خطأ بس خطأ ما ينفعش حد يقع فيه لازم تبقى حاطة اعتبار للصلاة في جدولك عشان ربنا يبارك لك في اللي انت بتكسبه ولو كان قليلا فنوقف على كده الكلام شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته